طيب تعالوا بقى نشوف لماذا يا حسين وليس يا حسين لما نرى في العقيدة بتاع ملالي ايران هذه تجد ان هم عاملين اثنى عشر اماما قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلفه واحد علي ابن ابي طالب الامام الثاني يخلفه سيدنا الحسين الامام الثاني يخلفه سيدنا الحسين وطبعا ابو بكر وعمر ده الكفار واختسبوا الخلاف احنا معهم مؤيدين انه بكر وعمر كفار واختسبوا الخلافة واحنا متفقين معاه انا موافق ان علي هو الحق بالخلافة وبعدين الحسين والحسين الى اخره والحد الامام اللي نزل السداب رقم 12 ولم يخلق طيب لما تلاحظون هنا تجدوا ان سيدنا الحسين اللي هو الابن الاكبر لسيدنا علي الراجل ده ما عندوش اي احد من اولاده في الائمة ناصل انقطع كل اولاده فاسقون كلهم فاسدون وبعدين تجد انه سيدنا الحسين واولاده اختصبوا الخلافة لانفسهم ياخدوا شوية لولاد عمكم انظروا فين الائمة من الناس لسيدنا الحسين ولا احد طب الجماعة اللي عادين يا اقتلوا يا ازبحون يقولوا نحن من الناس للحسين طب هو مالكم مفيش حد منكم الا اجد احد منكم من الناس الحسن 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 عامل جريمتين عند الشيعة طب ولكن من هو الحسن الحسن وفقا للعقيدة الشيعية هو امام معصوم لا يخطئ مثله مثل الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء لا يخطئ اللي بيقوله من عند ربنا واللي بيقوله الحسن من عند ربنا واللي يفعله الحسن من عند ربنا والحسن او علي او الحسين او حتى كلهم يعني اعتبر هؤلاء رسل دون ان يحملوا لقب رسول وهؤلاء بيضعوا حاجات جده في الاسلام وفقا للعقيدة الشيعية موافقية الحسن ده بقى عمل جريمتين احنا بنسأل ملالة ايران فيهما الجريمة الاولى انه تنازل عن الحكم او الخلافة لمعاوية ومعاوية كافر وفقا للعقيدة الشيعية معاوية ابن البي سفيان كافر فكيف لامام معصوم يتنازل لمعاوية فاما انه تنازل له عن اقتناع ان معاوية مسلم فيبقى في هذه الحالة احنا بينسي في العقيدة الشيعية كلها ان معاوية مش كافر معاوية مسلم ما دي سيدنا الحسن بقولك معاوية مسلم واما بقى هم تبرير بيقولك ايه اصل سيدنا الحسن خاف يعني راجل جباه دي ليوضح لك ليه هم بيرفضوا ان سيدنا الحسن عمل صلح وما عملش القتال هو العقيدة بتقوم على اساس ايه بتاعتهم القتل قتل المسلمين ثقر الحسين فانت لو هو جيه اقول انا عاوز امشي اتبع الحسن فالحسن عمل صلح يا عام الحسن بتاع سلام فلا مرفوض والحسن تنازل لمعاوية فاما هو يوصف انه جبان واما يوصف بانه انه هو بيعتبر معاوية مسلم فبالتالي العقل حسن هنا لا يخدم العقيدة اللي هي هدفها القتل والزبح فهيقوم هما بقى هيعملوا ايه هيقولك بلاش الحسن ده يعني هو طبعا مقدرش لم يستطع ان هما يستفعدوا الحسن من الايمة الاثناشر لانه هو ابن فاطمة الزهراء بنت الرسول فلابد يعني غزبا نحطه لكن بعد كده اترقه طبعا هنيجي ليه سيدنا الحسن بقى هو الامام الثالث ماشي وبعدين ابنه علي زين العابدين الامام الرابع وبعدين كلهم الاحفاد علي زين العابدين طب اخوة علي زين العابدين دول لا يوجد منهم ائمة لا ليه الجماعة دول برضو مغضوب عليهم ليه زين حسن لماذا تعال هنا بقى الشجرة وضحها رسامة دكتوريس في المهدي بتفك اللقص فقال لك ايه بقى سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه تزوج السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول رضي الله عنها فانجبوا اتنين انجبوا الحسن وانجبوا الحسين عظيم جدا وبعدين الحسن ده الفرع بتقض قطع ولا امام منه كما تشاهدون طيب بقي الحسين الحسين بايدا نخلف اولاد كثر خلف فلان وفلان هنأتقوا فلان لكن ايضا جرى قطع فرحهم ولا امام منهم وبعدين هنجد ايه بقى الوحيد اللي هو خد الامامة علي زين العابدين هو واولاده طيب هو من علي زين العابدين هو ابن شاه زنان امه فارسية اميرة فارسية ابنة يزدجر اخر ملوك الفرس وما حدش اكتب لي في التعليقات انت غلطا لن اسمع طيب شاه زنان يعني ملكة النساء ابن اللي هو هذا مسيدنا عمر بن خطاب قوط الفعاد سيدنا عثماني بن عفان اخر بلك فرس فتكتشف ان كل الائمة من ناس لامرأة فارسية وده الجريمة اللي كانت جابس لنا انه مش متزوج فارسية واولاد سيدنا الحسين اللي هما من نساء اخرىات غير فارسيات ايضا مغضوب عليهم فنحن اذا امام مسألة تتعلق بالمجوسية انه المجوس ده تعمل ديانة جديدة هدف تدمير الاسلام من الدكت المترجم للقناة